يعيش البريطانيون هذه الأيام على وقع حملة مجتمعية أطلقها نجم فريق مانشستر يونانتد ماركوس راشفورد لدعم واجبات مجالية لأطفال المدارس البريطانية الحملة جاءت بعد قرار حكومي بوقف هذه الواجبات في النصف الثاني من العام الأكاديمي حملة راشفورد لقت ترحيبا شعبيا واسعا وأطلقت سهام الانتقاد اللاذع على الخطوة الحكومية التي رحبت بالحملة لكنها دافعت عن قرارها أتفق تماما مع هدف الحملة التي أطلقها راشفورد وألهمتنا جميعا وأتفق أنه لا يجب أن يجوع طفل في بريطانيا من الجيد أن المجالس المحلية بدأت بالتحرك وهي تتلقى دعما ماليا من الحكومة المركزية دفعنا 63 مليون جنيه استرليني لدعم الأطفال والأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها عدم تراجع الحكومة عن قرارها أثار موجة غضب شعبية واسعة في البلاد انعكست في شكل حملات ضغط عديدة تزداد بشكل يومي لنقف الجدل حول هذه النقطة ويجب أن نركز على ما نتفق عليه جميعا هناك مشكلة في ذهاب الأطفال للمدارس جوعة وهناك ارتفاع لمعدلات الفقر في البلاد الأطباء كان لهم رأيهم في الأمر فأكثر من ألفي طبيب بريطاني وجه رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء يحذرونه فيها من التدعيات الصحية والاجتماعية لخطوة إلغاء الوجبات المجانية في المدارس وانعكاسها على الطبقات الفقيرة بشكل خاص الفقر هو المشكلة الرئيسية على صحة الأطفال لذلك يجب أن يكون حل هذه المشكلة هي الأولوية للحكومة وتبنيها أما الحكومة وكنوع من الطعاط الإيجابي مع هذه الحملات فقد وعدت بدعم الفئات الأكثر حاجة وفقرا لكن كثيرين يعتبرونها غير كافية يقول معنيون أن تصاعد الغضب في الشارع البريطاني قد يدفع الحكومة في الأيام القادمة للتراجع عن قرارها حرمان عشرات آلاف الأطفال من الوجبات الغذائية المجانية في المدارس كما حدث في حالات كثيرة عندما تراجعت الحكومة عن قراراتها تحت الضغط الشعبي جياب أبو صفي أسكاليوس عربية لندن